مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ وده على هامش أعمال دورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبرئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا شارك في القمة عدد من رؤساء الدول والحكومات حول العالم وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسؤوليتها في خفض الانبعاثات وده تنفيذاً لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ خصوصاً مع ما شهده العالم مؤخراً ومناطق مختلفة من حرائق للغابات بشكل واسع وطبعاً ده كان في محيط البحر المتوسط زي ما حركم طبعاً تفتكروا واللي طبعاً كان لها يعني علاقة وثيقة بالتغير المناخ رئيس آل ده قد بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري من أجل مواجهة هذه الظاهرة الرئيس شدد على ضرورة التعامل وبجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ وفي مقدماتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع الدول المصاب على قواعد المال وتشغيل وذلك في إطار الجهود الرمية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ واللي بتمثل جانب شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوة للدول النامية خاصة في القارة الإفريقية في هذا الإطار الرئيس أعلن عن تطلع مصر لاستضافة الدورة السبع وعشرين لقمة التغير المناخي اللي تنعقد إن شاء الله العام القادم وذلك بالإنابة عن القارة الإفريقية